ايضا انشاء محطة الضبعة النووية تقدم كبير وخطوات رائعة في هذا المجال لكي تدخل مصر نادي النادي النووي السلمي العالمي طبعا ده انجاز ضخم للرئيس عفتاح السيسي عندما يكتمل ويتمم به يكتب الرئيس عفتاح السيسي اسمه بحروف من ذهب خالص في تاريخ مصر بانه الرئيس الذي ادخل مصر النادي النووي السلم طبعا عندنا مفاعل نوو في انشاص ولكنه مفاعل صغير لا يتناسب مع حجم التطور والتكنولوجيا والعلم الحديث في هذا المجال وده طبعا برضو كان سمى التعاون بين مصر والاتحاد السوفيتي ترجمة نانسي قنقر